وللحديث عن الأزمة السورية انضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول مدير مركز عمران للدراسات السورية الدكتور عمار القحف سيد دكتور عمار مرحبا بكم هناك أنباء تتحدث عن فشل ممثلي النظام والأكراد الانفصاليين في أن يتوصلوا إلى أي اتفاق بشأن منطقة عفرين برأيكم هل للولايات المتحدة دخل في إفشال هذا الاتفاق؟ باعتقادي أن منطقة عفرين هي خارج منطقة الاهتمام الأمريكي وهي أقرب إلى الجانب الاهتمام الروسي وبالتالي من يحاول أن يعطل الآن هو الجانب الإيراني بشكل محدد في عفرين من خلال التدخل العسكري ودعمه لمنشاف وحدات حماية الشعب وبالتالي لا أعتقد أن الأمريكان بالضرورة يفاوضون على عفرين وإنما يفاوضون على منبش وهي ربما الهدف الأساس من خلف أو من وراء تحرير منطقة العفرين هو أيضا ضمان تحرير النقطة التالية التي هي منبش هناك تفاهمات على المنطقة تشمل كل شمال سوريا كيف سيكون تقاسمها بين النقود الأمريكي والتركي والروسي أيضا دكتور عمار لو تحدثنا عن نتائج الضربة الجوية الأمريكية التي طالت القوات الروسية برأيكم هل سترسم محددات أو محددات المواجهات في سوريا سواء في مناطق التماس؟ يعني برأيي الصفقة ليست كاملة هذه ضربة بالتأكيد هي ضربة لرسالة معينة يا جامب الروسي ولكن الرسالة لا زالت غير مكتملة ربما ليست ضربة كافية لا تزال غرفة العمليات المشتركة مفتوحة ولم تعلق وبالتالي لا يوجد مؤشرات بأن هذه الضربة ستؤثر على المسارب الروسي الأمريكي دكتور عمار أخيرا هناك حديث عن تعزيزات عسكرية للجيش التركي في الشمال السوري كيف يمكن تقييم التداعيات السياسية على عملية غصن الزيتون برمتها؟ يعني هو واضح جدا هناك معارضة إيرانية للدخول في عصين وهم يحاولون أن يدعموا بالأسلحة والأسياسات التي يدخلونها في الشمال السوري سواء كان في عصرين أو في إدلب من خيال تقدمهم على مناطق جنوب إدلب وبالتالي يحاول الإيرانيون الآن مزاحمة النفوذ التركي وهذا ما يحاول الأتراك التسرير بما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأسلحة الأخير من إسطنبول مدير مركز عمران للدراسات السورية الدكتور عمار القحف شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر